طب ما إنا جبقى بتتكلم على بيتسو موسماني يعني شايف أن بيتسو موسماني يعرف يعتمد على أحمد عبدالقادر؟ شوفي هو مكاسبه زي ما قلتلك كتير جدا في البطولة دي أحمد عبدالقادر من اللعيبة المميزة جدا واللي ظهر بشكل طيب مع الناد الأهلي في البطولة الأخيرة في الفترة الأخيرة أعتقد أنه هيكون جناح حجومي رائع في الفترة اللي جاية وأساسي في الناد الأهلي وورقة مهمة جدا هيعتمد عليها بيتسو موسماني مع التشكيلة الهجومية بشكل كامل للنادي الأهلي أحمد عبدالقادر لعيب فوتبولار كويس جداً بيمسوا الكرة بشكل كويس عنده ثقة وعنده شخصية في الملعب أعتقد أنه هو هيكون ورقة أساسية في النادي الأهلي في الفترة اللي جاي طيب أتوقع كيروش ياخده المنتخب؟ ورد جداً بص كيروش مدير فني مارن مدير فني ما عندهش لعيب أساسي أو لعيب ثابت في الفريق هو قال المجال مفتوح لكله بالضبط ودي حقيقة ويعني إحنا حتى في النقد الرياضي بنقول إن اللي مش هينضم للمنتخب في عهد كيروش ربما ما يلاقيش فرصة مناسبة أكتر من الوقت دوت لأنه هو بيدي الفرصة لكل العيبة وشوفنا ده في الفترة الأخيرة سواء في كاسة العرب أو حتى في القايمة بتاعة كاسة الأفريقية ولكن هو إحنا من هنا لحد مارس اللي هي الملحق من شاء الله مواجهاتها السنغال ربما ما يكونش فيه تغييرات كتيرة ولكن اسم زي أحمد عبدالقادر أكيد لو هو كمل بشكل أساسي مع ناد الأهلي سواء في البطولة الأفريقية أو في الدولي ربما كده يكون من الأسماء المطروحة أمام كارلوس كيروش طيب